حاجة برضو اخيرة انمر عليها سريعا وهو ما يجري من الاخ حافظ المرازم بارا احنا اتكلمنا وقلنا الراجل يعني مؤدب ومحترم وعائل وهو حر في اختياره فكتب برضو على صفحته ما يمكن ان يسميه بسطات الفراغ يعني يبدو انه يعاني من فراغ ما فيبتلينا يعني بكلام فارغ كتير يعني هو مصر ان في حملة موجهة ضده يعني ليه اسميها حملة موجهة ضد حافظ المرز تمام وبعدين بيقولك انه الاستاذ الباس تكرم في برنامجه 90 ديئة بوضع البوست السابق ردا على مش عارف ايه واستدرك قائلا لست مجنونا لأقول ان المرز من الاخوان انا اه طبعا انت مش من الاخوان لكن انه انا استغربت انه انه هو بيسميها حملة موجهة ضده لانه الزميل نشأة تديه مش عارف ايه مثله التعليمات انا مش واضح الكلمة دي قدام يا جماعة اه اه في برنامج برعاية امنية اخرى ولكن ليس بحرفية الباس اه وبيتهم بيجي في الاخر يتكلم على انه الناس بتاخد تعليمات عشان تتكلم بس هو احنا واخدين يعني ان ديه منافس التعليمات كويسة لكن انا بحرفية فنفستها كويس والغريب ان الباس يقول ان الخبر كان من مصدر مش عارف اعلنها كذا فلا يوجد ايه الى مخبري اه الى مخبري ايه هي الحتة دي الى مخبري الاعلام لن اتوقف عن ابداء رأيي وربما اطور مسلكي الى حديث فيديو يومي نعلق فيه على برامجكم الخيبة يا اخ يا بماء اه خلق الله تقريب طيب حلو اه شيل بقى البسط الفراغ ده العظيم ارفع بسط الفراغ اه المسألة كلمتين والله العظيم لطاف جدا لالاخ يعني حافظ المرسي اذا كنت شربت وانت تعمل في الاعلام من معون قذر اه وتعودت ان تعمل بتعليمات من القناة القطرية التي كنت تعمل فيها او من عناصر امنية خارجية في البلاد فلا تتصور ان احد يمكن ان يقول في الاعلام ما يرى انه صحيح حتى لو كان ضدك فانت كده عندك مشكلة حقيقية والله وانصحك دي ضرورة عرض نفسك على طبيب نفسي انا مش مشكلتي انك ما بتشتغلش ومش مشكلتي ان ما عندكش منبر اعلامي ومش مشكلتي انك تريد ان تكون بطل على حساب الاخرين يعني ان انت قاعد ده دي مش مشكلة لكن ان تلقي الناس بما فيك فعيب اول يعني عيب اول كما تعاملنا معك باحترام شديد جد انه انت مش متعود على كده يعني مش متعود ان فيه ناس تقول اللي هي شايفاه صحيح ولو اللي شايفاه صحيح ده متسق مع خط الدولة يبقى اكيد دول مع الدولة وبيتلقوا تعليمات من الدولة لا نتلقى تعليمات من احد لكنك تعودت ان تعمل في هذا الجو المريب القذر انا بعذورك والله تماما وبلتمستك العذر تماما وطور مسلكك وقول فيديوهاتك وقول اللي انت عايزه لا تعتقد ان ما تقوله له قيمة يمكن ان يحرك الشارع ويمكن ان يؤثر في الناس فلا احد سيهتم بك كما انه لا احد اهتم بك قبل ذلك تفضل تطور ادائك اعمل فيديوهاتك اشتغل وانا اعدك ان بحت مرة اخرى علي فلن التفت لك ابدا فاصل قصير هتلقى